اشتركوا في القناة يوم الجمعة المبارك ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات بإذن الله سبحانه وتعالى أنا معكم فؤاد الأهدل وباستضافتنا لأستاذ اعتدال إدريس أستاذة الثقافة الإسلامية بكلية دار الحكمة بجدة اليوم إن شاء الله راح تكون الحلقة أكثرها إن شاء الله تعالى ردود وإجابة أسئلة للمستمعين الكرام اللي غبنا عنهم يمكننا سبعين يعني لانا فترة منهم خاصة اللي يرسلونا على الإساميس واللي يتواصلوا مع السادة اعتدال إدريس بداية كما عودناكم كلمة خفيفة بمناسبة هذا اليوم الفضيل هو سمت الأوابين سمت فئة قليلة يندر وجودهم فإن التقيت بهم فتشبث بهم صفاتهم ليس بالكثير في الواقع عدا أنهم يصدقون الله أفعالهم وأقوالهم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه الآية أتت في مدح الصادقين من يصدق الله تعالى ويراقبه في كامل تصرفاته فإن كان في بيته لم يكن ليجادل أهله بالباطل ولم يعد ولده بما لا يستطيع أن يوفي وإن صار في عمله وجدته الأمين وأجدته المتقن الذي يؤدي أمانته ومهامه وكان قلبه مستقيمة وجهه أبيض ورايته بيضاء أينما اتجه ذكر خيرا وأينما تولى في أمره ذكر بخير وصدق تعامله امتدح الله سبحانه وتعالى الصدق والصادقين فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إن كان بين أصدقائه ما خاف من قولة الحق وصدق النصيحة يعلم أن قول الحق يؤلم أحيانا لكنه الألم الذي تتمناه من أجل أن يشفي جرحك ويجدد من حالك ويرفعك هؤلاء الناصحون هم القلائل من إذا رأوك تغرق أمسك بيدك وشدوك إلى بر الأمان تعجب من فعلهم إلا أنهم لا يرون ما فعلوه جميلا بل تجدهم يطلبون أن يكونوا في عونك لأنك أنت الأخ والصديق والابن والوالد وقل ما وجدت الصادق الناصح الأمين وهي بنصحها إن دلتك على خطأك فتقبل صدقها تمسك واضفر بها فستكون عونك بإذن الله للجنة حياة من دون صدق وتناصح كألبوم صور تبهرك صورها وألوانها ولا تشعر بجمالها ولا بإحساسها قال ابن عباس رضي الله عنه أربع من كنا فيه فقد ربح الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر نسأل الله تعالى أن نكون من الصادقين وأن يحشرنا في زمرة المساكين والذين يصدقون الله أقوالهم وأفعالهم والمنفقين والمستغفرين بالأسحار مستمعين الكرام عدنا إليكم في برنامج جمعة جمعة البرنامج اللي راح يناقش إن شاء الله تعالى القضايا الأسرية والمعاني الطيبة إن شاء الله تعالى بصحبتي أنا فهد الأهدل وباستضافة السادة أعتدال إدريس والسادة الثقافة الإسلامية بكلية دار الحكمة في البداية نرحب بصحب السادة أعتدال إدريس ونقول الحمد لله السلامة الله يسلمكم أهلا وسهلا فيكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته أعذروني على الأسبوع الماضي بس كانت فترة إجازة بسيطة يعني وأسأل الله يا رب إنه يعني يفتح علينا وعليكم وفعلا أشتقت ليكم أشتقت لمستمعي وأبنائي وبناتي وأخواني وأخوات أشتقت ليكم نحس إنه إحنا كلنا بيت واحد وكلنا عائلة واحدة فنبدأ إن شاء الله مواضيعنا اليوم إن شاء الله تعالى الله في المؤسد ölDIE المستمعين الكرام في كل مكان يعني كانوا الأسبوع الماضي برسائيلهم معنا ونظرنا إلى المنشاء الله الجاي إن شاء الله لكن هذا من التشويق لكي يستعد اليوم إن شاء الله بالموضوع طبعاً مسابعين الكرام موضوعنا اليوم حيكون عن الصفات التي لا يحبها الرجل في المرأة متواصلين حنكون إن شاء الله تعالى على الإس مس على السي سي ثماني 47700 موبايلي 640660 وزين 746262 أو على الخط الساخن 70057499 أو على الخط العادي الخط الأرضي 026161100 في الحلقة اليوم إن شاء الله راح نخصص جزء كبير من الحلقة في الرد على الرسائل الرسائل المسلمين للسائل اعتدال لأنه إحنا غبنا عنهم كثيرا ولهم حق علينا صراحة وخاصة اللي أرسلوهنا الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله نبدأ أول شيء بالأسبوع قبل الماضي بحكم أنه بالتسلسل بالتسلسل الأولوية الأقدمية ناخذ أول الرسائل اللي جاتنا تقول أو المرسل يمكن هذا مرسل يقول السلام عليكم ماذا أفعل يوم الشوفة مرسلة بالأصحفون لأني خايفة وثانيا الخاطب ولد عمي يعني ما أدري إيش الرد في هذا الحال طيب طيب كمان من الرسائل اللي جاتنا عندي مشكلة كبيرة وهي أني بعد ما ملكت أخبرني أنه يدخن فأبغى طريقة أساعد فيها أنه يترك التدخين هذه مرسلة بالأصحة طيب كمان أنا متزوجة من ستة سنين وعندي طفلين وزوجي الرسالة تقول يعني إلى هنا وقفت صراحة ما أدري إيش بعد الرسالة دي في التكملة طيب بعدين نشوف طيب طيب كمان المرسلة أو من الرسائل اللي وردتنا أخت اعتدال أنا ما أقدر على فرقاه أول ما تعرفنا ما كان كذا وبعدين أول إلى هنا كمان وصلت الرسالة يمكن أن نأخذ منها موضوع أنه كيف أيوة أصلا فيه هنا رسالة ستتكلم عنها طيب أيضا أنا توي ملكت وحصلت مشاكل بين زوجتي وأختي والمشكلة أن أختي هي اللي اختارت لزوجتي وحاليا هذه قريناها هذه قريناها معنات إحنا كذا غطينا الأسبوع القبل الماضي نروح لأسبوع الماضي اللي هو أسبوع الإعادة اللي عادنا فيه حلقة أي نزاق الله خير نعم عادنا حلقة ماذا يحب الرجل أو ماذا يريد الرجل من المرأة وماذا تريد المرأة من الرجل والحمد لله كان فيه تجاوب وإن شاء الله تعالى يكونوا استفادوا من الرسائل اللي وردتنا في هذه الحلقة المرسل يقول أنا لدي خمس أولاد وبنت أو مرسلة ويقول يقدر يأخذ أولادي لسوء أخلاق والدهم استخرت كثيرا لكني أخاف من الفشل إيش يقدر يأخذ ما فهمت الرسالة الرسالة صحية ما هي واضحة كثير هي مقطعة للأسف فنشوف يمكن نلقاها في تقريبا نفهم الرسالة طيب يعني ما أدري هي موضوع فشل لا هي شكلة هنا هم طلقوا عندها خمس أولاد وبنت وحتتتزوج تاني وخايفة أن الزوج الأول يأخذ الأولاد والبنات الأولاد والبنت اللي عندها وخايفة تفشر في الزواج التاني أعتقد كده المشكلة طيب أنا متزوج لي تسعة شهور بس مشكلة زوجتي ما تبغاني أشوفها وشوف جسمها في النور وكيف أخليها يكون الموضوع عادي متزوج من تسعة شهور؟ من تسعة شهور طيب كمان إيش رأي الدكتور أتدال زيك الأخير في من يبني قبول ورفض الزواج على علم الأبراج فإن كان في علم الأبراج هذه النيلة طيب المرسل هذا صالح صالح الهذيلي أيضا طبعا في تعليقات على نفس الحلقة أظن أن المسيار لا يختلف عن الزواج المعروف مدام أنه تام الشروط والإعلان غير أن الزوجة ليس لها ليلة وأظن أن الوالد الشيخ هي تتنازل طيب هذه يمكن الرسائل اللي وردتنا الأسبوع الماضي ما أدري إن كان فيه قلت فيه رسائل تدال يمكن فيه رسائل أيو أيو طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله مستوى صلح طبعا نحن حرد على الرسائل هذه وبعدين أنا أعتذر من كانوا برسلولي في الفيسبوك وما أرتلت لهم إجابات فأنا بإذن الله الرحمن الرحيم من الآن ورايح أبدأ أقرأ شوية من الرسائل اللي جاتنا في الفيسبوك من غير تعريف عن أسماء أو شيء مجرد عرض المشكلة أساس برضو مهما كان لهم خصوصيتهم لهم يعني مجرد عرض المشكلة عامة وإحنا نحلها وهم يبدأ يشوفوها إذا ما مدان أن أرد عليهم مباشرة بالنسبة لبنتنا اللي بتقول إنها يوم الشوفة خايفة وما هي عارف إيش هتعمل والخاطبة من عمها طبعا من البديهة يعني أن الوحدة اللي تكون حيية بتخاف يعني يعني ما حتكون جريئة مرة صحيح فإيش هتسوي إنت يوم الشوفة يوم الشوفة أساسا هو إيش اللي بيحصل في الرؤية يعني الرؤية الشرعية اللي الإسلام أقرها وللأسف كثير من الآباء بعض الأحيان آباء يرفضوا إنه الخاطب يشوف العروسة وتخيل بالله يجلسوا وكل أمة ربنا كل الهلما قاعدين يتفرجوا عليه طب البنت بالله والوالد كيف حيشوفوا بعض والله هتحس برعب يعني تخيل الواحد قاعد وكل العيون على بيستنوا ها عجبتك ألا ما عجبتك عجبتي ألا ما عجبتي يعني تحسي سبحانه عظيم مشكلة يعني ياريت ياريت يتوعوا الناس إنه يوم الشوفة ما يكون في أحد ما يكون في العيلة ولا الضبالة ولا الهلمة يكون بس في أمها وأمه طيب متواجدين في نفس الغرفة لا يكونوا متواجدين في نفس الغرفة صالون هنا وصالون هنا لا هي خلوة ولا شيء يعني ما هي خلوة قاعد هنا قدامهم لا يطبع عليها ولا حاجة فيخلوه في غرفة معاها أساسا حتى حيكون هو مرتبك والله لو حتى كان ابن عمه والابن خالتها وكانت ربي معاه طول الوقت إحساس الإنسان إنه هادي لأ هتنتقل العلاقة إلى علاقة أخرى غير علاقة القرابة علاقة زوجية هتربك الإنسان صدقين هو هيرتبك وانت هترتبكي ما هتعرف تتكلمه مع بعض هو رسول صلى الله عليه وسلم قال إيش انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما بينكما إيش يعني يؤدم يعني بعد الأحيان الواحد لمن إيجي يشوف العروس شوف والله حتى لو كانت زميلتك في العمل طول النهار وحتى لو كانت هنا الشوفة غير لما تجي تبدأ تشوفها يصير فيه قبول فيه ارتياح فيه إنه إيش إنه والله هادي مجرد الأحيان صدقوني في الشوفة دي ما حتشوف عيوبها ولا حتشوف عيوبك في الملكة وفي الخطومة ما حيبان العيوب كلها كثير لأنه الإنسان حيظهر أفضل ما عنده فلما إيجي يشوفها طبعا إما إذا كانت يعني بيشوفها بحجاب طيب أو كاشف شعرها وياديها بس بس تكون لابسة توب مش لازم تكون لابسة بانطلان ولا تكون لابسة يعني ما تلبس هذه الأشياء كل لأنه الخافر ما تتزيين مثلا لا 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 ما تتزيين أبدا كان حطت كحلة وبس لا تحط ميكاب ولا شيء ما تحط هذه الأشياء اللي هون ميكياج دي ما تحطها لأنه يجب أن يراها على حقيقتها ففي البداية أول ما يشوفك يشوفك ممكن تنزليله بدون حجاب أو بحجاب في كل تلك الحالة صح طيب بس تكون ملابسك بس الواسعة لأنه هو حياشية يرا فيك الوجه يرا منه موطن الجمال طيب طيب والكفين يرا منها موطن النعومة نا إذا الجسد ناعم أو لا فمن هنا يشوف فيها دبس تلبس يتوب أو حتى لو لبست مثلا عندنا هنا في جدة ممكن تلبس بانطلون وبلوزة طويلة عليه مش ملازم مكسما أو حاجة يعني البلوزة تكون طويلة اللي عنده ركبة أو شيء بحيث أنه يرا فيها لمن يشوفها قد هو يرتبك مسكين يرا وبعض الأحيان يطالع في رجله حتى ما يقدر رفع عينه المسكين وهي مثلا تتكلم يعني أنا متأكد أن كل الشباب إيش هيسألها كيف حالك هتقول له طيبة بتروح الجامعة طيب هما بتروح يا إيش منت خاطب هو يعرف راح الجامعة سنة كم إنت طيب أنت عارف كل المعلومات دي يبني معلومات دي معروفة طيب إيش هي يساوي طيب ما في كتاب مثلا دليل دليل الخاطب هو المفروض إن نسيت دليل الخاطب طيب هو صح يعني فعلا إيش يساوي أبدأ أسألها ما شاء الله تبارك الله العيلة عندكم هذا فان بتروح وفان بتجو وفان بتتمشو يعني غير أما السؤال التقليدي إيش بتدرس إيش ما تدرسي طمتعات قديمة قديمة هذه من سنين عيسى دي الأسئلة وبعدين يعني يعني تهيأني من المؤاخذة من الغباء الناجي أسألها إنت سنة كم طم أنت عارف المعلومات دي كلها أسأل أسئلة لو سمحت أتسقف إنت يا ابني قبل ما تروح تشوف بنتنا هذه حاولي برضو قدر الإمكان إن تسألي مثلا إنت عملك بيختص بإيش طيب يعني مثلا هو يقول لك مهندس طب أوكي إنت مهندس يختص بإيش إيش المشاريع اللي سويتها هتبدأ تخليه تكلم عن نفسه وعن مشاريع منها تعرفي مثلا لو مهندس لو مذيع مثلا زيك أنت طيب أو شي أو مثلا كاتب أو شي تبدأ تسأل عنه أي وظيفتك إنت إيش مشروعاتك فيها إيش بتسوي نعم منها تبدأ تاخده كلام يصير يروح إيش الخجل والتوتر اللي بينكم فحتى لو كان خاطب ابن عمك الله يوفكك يعني ما انت عارف صفاته هذا بس حتى لو انت شافته قدامك وابن عمك معاك ولا ابن خالتك قدامك أو خالك أو قريبك تحتاج تعرفي أفكاره إيش صحيح بعد الأحيان أيام الشوفة طبعا يشوفها دقيقتين وينتهي خلاص طب يقول لك بأسألها طب اتصل يا ولدي ما هي مشكلة استأذن أهلها وكلمها والمفروض أن الأهالي يأذنوا بس مو المكالمات تقعدوا تطولوا ساعتين ثلاث ساعات ولا هربع ساعات والله إحنا نتعرف على بعض ذا كلام فاضي أنت بتكلمها علشان أنه ممكن تستأنس بكلامها تعرف بعض الآراء اللي أنت ما قدرت تشوفها طيب حيقول والله أنا ما قدرت أشوفها مرة مظبوط ما أنا قادر أرفع عيني قاعدين له هالومة بدي أشوفها مرة تانية في وجود الأهل بس المرة التانية بحجاب تكون محجبة لأنه فقط المرة الأولى الخاطب هو ما يزال الرجل أجنبي عن المرأة والخطوب هو وعد بالزواج وليس الزواج يعني مش زي الملكة فممكن يكلمها عادي بيكلمها بس يعني مش يطور في المكالمات كلمتين إنت إيش طموحك إيش تبيت يشتغلي ما أنا عارفة أسأل رأيها أما الكلام الفاضي ده ما لازم بعدين حيجيكم الكلام اللي بتتكلمو طيب بالنسبة البنت اللي تقول بعد الملكة اكتشفت إن هو يدخن طيب كيف تساعدوا على تركب تدخين مرة فكرة رائعة وفرصتك أنا بأقول لك فرصتك طالما هو بيدخن الآن وملكة شوفي صدقيني الراجل في الملكة بدي يسوي أي شيء عشان يرضي زوال خطيبته فأنتي فرصة أمسكي من هذا الناحية في أماكن إذا أنت في جدة أو شاء ما عرفين في أماكن يعطوا جلسات ومعها دواء من جلسة والتانية يترك التدخين بقدرة الله سبحانه أيو الله وهذه نصيحة أنا بأنصحها نصيحة لكل أبنائي وبناتي أرجوكم أتركوا التدخين والله أمر يعني سبحان الله العظيم خبيثة من الخبائث سعي يعني يا أبنائي يا بناتي البنتي اللي بتدخن بالله كيف تبغي زوجك يقبلك وإنتي ريحتك تدخين لو أكلت نعناع ولا أكلت بقدونس ولا حتى الواحد سارغنما يأكل كل خشاش الأرض علشان يودي الريحة حقها التدخين ما تروح ما تروح وزيرة الشعر ريحة تدخين والملابس ريحتها تدخين طب كيف المفروض المرأة رائحتها عطرية تكون ريحتها عطور ريحتها طبعا مش تمشي هي الدنيا كلها في عطر حولنا بس لما نقلب منها زوجة يجد منها الريحة طيبة جميل حتى الرجل المفروض تكون ريحة طيبة فتخيل بالله كيف تصير العلاقة الزوجية وهذا ريحة دخان وهذه ريحتها دخان خبيثة من الخبائث شيء مقرف فحتى المعسلات اللي قاعدة تشرب معسل واللي قاعدة من عافي يعني هي حلونة هي شيء حلو ولا ما هو حلو وله تحرر وله تمدن وله تحضر ولا شيء واحد يجي يقول لك ولا واحد يقول لك والله أنا من الهم ومن التوتر أفرغ طاقة في التجارة طاقة أي يا والد روح إذا مرة مقهور قد يكد عمسك لك مخدة وأهبت فيها قد ما تقدر ولا أهبت في الجد وخلي تنكسر يدك ولا شعش تبطل التوتر في عندك اتصال بالله في عندك يعني سبحان الله العظيم فإذا فرغت فانصب أيوه وإلى ربك فارغب فهنا سبحان الله العظيم يعني أنصحك بنتي خدي دي المحلات وخليهم يعني خلي يسو العلاجات اللي بطي فيها التدخين وكثير ناس عندهم رغبة صراحة بس هم أحيانا يعني أنا جلس مع ناس يقول لك أحيانا نيكوتين شوية ومتعب وكذا لكن هذا حلو في طريقة لي يعني أنا أذكر يعني اللي متى الواحد بدو يستنى شوفوا الرئة قد ما المشكلة إيش إن اللي بيدخن عارف البلاوي اللي بتجربنا التدخين وعارف منظره كل شيء وكل شيء يعني أبسط شيء أنا بقول للبنات اللي بيدخنوا طيب إيش تستفيدي أسنان صفرة وشفايفها لونها مزرقة طيب ولا تفكر إنه شيء حلو يعني تعرف الأسف اللي زرع فينا التدخين إيش الأفلام الأفلام لما إيش أيه لما إيش بدينا نحطوا واحدة حلوة ولا شيء وماسكة السجارة وقعدة حطة رجل على رجل وقعدة بطريقة مغرية وماسكة السجارة فهم يفكروا إنه اللي ماسكة السجارة وبالدخن هي الكول عليك نور طيب وهي البنت الجميلة لا والله هي البنت المقرفة طيب بالنسبة أيضا للرجل اللي بيدخن يعني نحنا بنشوفهم بيخرجوا فين في الشارع بيدخنوا طيب يا بني يا بنتي ليش ليش تحوجوا نفسكم منكم أنتوا تنضردوا من الأماكن دي لازم ننادي ببئة صحية نظيفة أصول شركات التدخين حيرفعوا علي دعو أني أنا بطارب بترك التدخين طيب هذا يقول بي متزوج من بنت خالة وهو منظم مرة ومرتب مرة أولا أنا ما أعرف كم سنة أنت لك متزوجها إذا متزوجها سنة سنتين ثلاثة سنين أستنى يا ابني ترجع تتعلم وتولف على نظامك وتولف على طريقتك وإنت في نفس الوقت برضو حتبدأ تنزله شوية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش إن المرأة خلقت من ضلع وعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته تعتبه على عوج يعني أنت ما تقدر تخلي المرأة ستريت شارب زي ما أنت تبغى بالضبط زي ما أبغى أنا مرتبت شيل دا أنا تنسي يا ويلك قم أنت بتنسى يا ابني إحنا المرأة دارية ليش إحنا يعني سبحان الله العظيم لو تأمننا في الآية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إحنا هذه الآية نفكرها بس في الميزان لا التطفيف في كل شيء حتى في المعاملة إيش معنى أنت تبغى الناس معنى السلام إحنا أنا نسيت معنى وليه تبغى للناس لا إنهم يعاملوك بزبوط وحرام إنهم ينسوا حرام إنهم يتغيروا حرام إنهم مثلا التكبوا خطأ هذا من التطفيف هذا من التطفيف في المعاملة من التطفيف في الكلام من التطفيف في العاد من التطفيف هذه الأشياء كلها ويل للمطففين فأنت يا ابني يعني أنت ما عندك حيوب هل يعقل أن أنت ما عندك عيب ولا أي عيب أنت جيت قعد قلت لي على التنظيم والترتيب وجيت عليه وهي تنسى مهليش تحملها يا ولدي تحملها وصدقني حترجع تتعلم يا أنت تسير مكركة بهيس المنظمة مو حتيكو حتيك صلى بس إلا ما حتمشوا الاثنين وتلتقوا في نفس الخط فأرجوك لا تضيح حياتك على أشياء ما لها لزمة و لا تعمل مشاكل من شيء ما في مشكلة يا جماعة ترى الدنيا والله فيها مشاكل وفيها أشياء بس إنت كيف حتنظر للمشكلة لا تحطوا نظارة سودة على عينكم وتشوفوا بس المشكلة دي كل الدنيا حتصير سودة قدامكم الحياة جميلة بذكر الله الحياة حلوة بطاعة الله الحياة حلوة بالتعامل مع الآخرين التعامل الطيب بأنها تنازل وهي تتنازل كل الاثنين مع بعض صدقوني حتصير حياتكم جميلة هذه اللي بتقول إنه عندها خمس أولاد و بنت أنا استنتجت المشكلة كده أنا داري إذا كانت غير كده ترسل تقول غير كده هي شكلها إنها مطلقة و تبقى تتزوج مرة تانية و خايفة إنه الأبو ياخدها منهم شوفي حبيبتي يعني سبحان الله العظيم من حقك إنك أنت تعيش حياتك و من حقك إنك أنت تتزوجي ما ينكر عليك أحد هذا الشي طيب فلكن أنا بقولك أكثر من الاستخارة استخيري كثير هل تعتقد أن الزوج الثاني يستطيع أن يتحمل خمس أولاد و بنت معناته ستة أطفال هل يستطيع أن يتحملهم هل تستطيع أن تقدر تعيشي مع الرجل الثاني بالأطفال هدولة يعني هو ما هو واحد ولا اتنين كثير طيب عددهم ما شاء الله لقوة إلا بالله خمسة أو ستة أيا كان العدد ما هو قليل هل تستطيع أنك تقومي بمسؤولية الرجل اللي ما هو أبوهم أساسا طيب مقارنة مع الأطفال هدولة استخيري ربنا وفكر مظبوط ما أنكر عليك إنك أنت تتزوجي من حقك تتزوجي من حقك تعيشي حياتك من حقك إنه ربنا يعوض عليك من حقك هذه الأمور كلها لكن فكري جديا إذا أنت تبغي يعخدهم الأبو أبوهم ياخدهم وتعيشي حياتك ممكن بس أنت فكري في الأولاد والبنات هدولة هو والبنت هدولة يعني سبحان الله العظيم بعض الأحيان يا ابني تمر بالإنسان ظروف يضطر يضحي علشان الآخرين بالذات عشان فلزاتك بعدهم صحيح الرجل بعض الأحيان ما يضحي كثير عشان أطفاله ما يضحي في دين أمور ما يضحي يقولك أنا أخدهم وربيهم وأجيب لهم حرمة ترعاهم طب في حريم طيبين في حريمان طيبين كيف يعيشوا المرأة في الغالب في الغالب المرأة بتضحي علشان فلزاتك بعدها ليش سميت أم لأنها أمة ليش الأم هي اللي بتتعب ليش سبحان الله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلزمها فإن في قدميها الجنة الأم لأن هي اللي بتضحي على شأنكم بتضحي على شأنكم يا أولادي بتضحي على شأنكم يا بناتي بتتحمل أشياء كثيرة متعبة على شأنكم فأنت فكر يا بنتي إذا هذول الأولاد والبنات والبنت تقدري تتركيهم لأبوهم وتشوفي أبوهم إن شاء الله يكون يعني طيب وابن حلال وزوجته طيبة فأتركيهم لي وأتزوجي إذا والله تحسي أنهم حيضيعوا نصيح عليك الله يعوض عليك قد يكونوا هذول الأولاد هم البارين بيك وهم اللي فعلا يشيلوا التعب اللي أنت تتعبيه عشانهم الآن أنا معرف الظروفك ومعرف أنت شمرات بأيه لكن الله يسلك ما في الخير آمين إن شاء الله طيب هذا اللي يقول متزوج من تسعة شهور وطرف الزوجته إنه يشوفها في النور طيب إنت أبدأ بالتدريج أول مرة أدخل معاها فيه قلت لكم موقع اسمه موقع نعمة الهاشمي أدخلوا هذي فيه دورات ما شاء الله عليها الأقوة إلا بالله سمعت عنها كثير ودكتورة تعمل دورات في الاستشارات الأسرية ورائعة حتى اشترات فيها أشترك لها وخليها تتعلم كيف الحلاقة الحميمية كيف تصير وهي ممكن تقرأ أنت وياها أنه العلاقة الحميمية خليها هي تقرأ يمكن تنكسف منك يمكن هي خجولة يعني سبحان الله العظيم التربية لها دور المدينة اللي عايشة فيها هي لها دور فعشان كده يعني أنت غير الرجل غير والمرأة غير المرأة حيية سبحان الله فأنت أبدأ معاها بالتدريج ممكن يعني لمر عيدة ممكن تقرأ في الميت ممكن هذا بعد فترة هي حتتغير معاك طيب اللي بيقول الزواج على علم الأبراج طيب طبعا هذا يعني يبني الصفات وكل شيء أساسا الأبراج إيش حكايتها طيب ندينا نديكم حكاية الأبراج إيش حكايتها الأبراج أيام زمان أيام الحضارة الصينية تعرف هيهم إيش جاينا جاينا من فين إنه من الحضارة الصينية يقول لك مائي وهوائي وناري وترابي طيب وقسموا السنة كل ثلاثة شهور في هذه المجموعة طيب كيف طلعوا الأبراج برج الأسد والعذراء والسنبلة والأسد والسرطان وهذا الأشياء كيف طلعوها أساسا زمان كانت السمى صافية مش زي دحين مع التلوث ومع الإيربليوشين وهذا الأشياء كلها كانت السمى صافية فكانوا يتأملوا ويدرسوا النجوم علم النجوم ودراسة علم الفلك هذه ما فيها شيء صحيحة وما فيها شيء أبدا فطبعا قاعدوا يطالعوا في السمى فشافوا إنه في مجموعة نجوم تترس بطريقة معينة لما نشافوها قاعدوا يقولوا ها دي تشبه كأنها واحدة عذراء دي تشبه كأنها شكل أسد دي تشبه كأنها شكل أقرب شايف زي لما نحن بعض الأحيان نشوف السحب ونقول دي شكلها كأنها رجال ولا شكلها كأنها صار صح ولا لا فهم شافوا دي مع تكرار الأمر والتجربة لقوا إنه كلما تطلع هذه النجوم وترتص بطريقة معينة وجدوا إيش الجو على الأرض لقوا مثلا العقرب يكون الجو فيه في الأرض بارد الأسد يكون الجو فيه حار طيب السنبلة يكون الجو فيه اللي هو يبدأ المطر النباتات تنضج منعها فإيه فلقوا قتبوا إنه خواص برج مثلا الأسد إنه يكون الجو حار وتنضج الثمار وهذا علم صحيح ماهو خطأ في صفات في صفات في زي ما تقول الصفات الأرضية اللي هي مثلا التأثير على الجو والمناخ ومنعها فائوة فقالوا هذا صح ماهو خطأ زي لما تلاقيه في تقويم أم القرى صفات خواص برج الأسد وخواص برج مثلا العذراء وخواص برج الحوت وخواص هذه هذه صح ماهو خطأ هذا علم دراسة طيب وجابوا عن طريقة تجربة هذا صحيح ماهو خطأ طيب لأنه البيئة لها تأثير على الإنسان نعم يعني مثلا تعال شوف أهل المدينة طيب لأنها بيئة زرع وبيئة نباتات وهذا حتلاقي الصفة فيهم غير تلاقيهم يحبوا يحبوا مثلا الأغاني يحبوا الرقصة حنونين حتى أصواتهم غير تعال شوف مثلا أهل مكة أهل الصحران أهل الرياض أهل الجبال البيئة لها دور لها تأثير حتى الصحابة لما كانوا في مكة وراحوا عن المدينة رجال مكة غير رجال المدينة نساء مكة غير نساء المدينة ففيه يختلف تعال ان تشوف عندنا الجزيرة العربية وشوف مثلا بلاد الشام حتى الصوت يختلف لأن هناك بيئة بيئة زراعية في الصفات في هذا انت تلاحظ مثلا اللبنانية يتقبريني يتقبرني يا روح يا هذا وعندنا هنا ما يعرف يقول مثلا عندنا جفاف عاطفي ما يقدر يقول لها حبيبة ولا عيون جامل زي الحجر أول لأن البيئة لها دور صحرة طيب فهذا سبحان الله العظيم وجدوا أنه النجوم دي لما تطلع في تأثيرات على الأرض أنه الجو يكون فيه زي كده والهادي حتى طلعوا أمثال زي ايش مثلا يقول لك الأسد يلصق التوف في الجسد الحوت يقول البرد مود السنبرة تفضي تفضي وتعبي اللي هو المطر هذي أمثال طلعت وهذا صح ما هو خطأ طيب تعال شوف الأبراج وقالوا بعد كده هذي شكل العقرب طيب ايش صفات العقرب الأرضية العقرب الأرضية مثلا أنه يلدغ أنه ماكر مخادع يعني زي ما تقول سريع طيب فقاموا حطوا قالوا إيش أنه العقرب يتسم بهذه الصفات كيت وكيت وكيت أيوة الأسد مثلا الأسد عنده العزة ومهاب وما يعقل من فريسته ومن يعرف إيه فحطوا الصفات هذه أنت لما تجي تقرأ في علم الأبراج في الشخصيات أنا ما بقول لك حرام طيب طيب ما لا يعقل أن أنا أخليها تأثر على حياتي زي مثلا أجي أقول لما تجي تقرأ أنت مثلا أنت نفترض نفترض يا فؤاد أن برجك مثلا الأسد نفترض طيب طيب أنت لما تجي تقرأ الصفات حتلاقي 80% منها تعتمد عليك صحيحة لأنها عامة ما هي صفات شخصية نعم طيب ما فيها شيء 80% لكن ما هي صحيح أنه أنا أمشي على علم الأبراج ما هو صحيح أنه أنا أقول لا هذا أنا أتعامل معاه لأنه هو هوائي مع ناري ما ينفع علشان إيش يشعلونه مع بعض وترابي مع مثلا مع الماء ومكويسين علشان هذا التراب يعني يطلع منه الزرع مع الموية ويصيره طين ويصيره طبعا حطوا طيّر حياتهم بطينة فما ينفع هذا الكلام أبدا لأنه هذا يعتبر أنك أنت يعني بتعتمد على أبراج وصفات حطوها البشر فدخلوا الصالح مع الطالح وهذه قد تؤدي للشرك فإحنا نقول لهم أنا ما أقول لك حرام ما أقول قراءة الشخصيات أنها حرام ما هي حرام المعرفة بشكل عام ما هي أيوة لكن أني أنا أعتمد عليها في كل شيء فهذا يعتبر من الحرمانية طيب والدليل أن الأبراج هذا ما هي الصحيحة طيب طيب في نفس اللحظة في نفس الشهر وفي نفس هذا صفاتهم تختلف عن بعض صحيح فإذا كيف صاروا كيف صاروا أن الأبراج لها هي هذا صحيح أيوة فهي هذا طيب من الأسئلة اللي هم بيقول على زواج المسيار طبعا هو شوفوا زواج المسيار هو أساسا إيش أنا ما بيقول أنه حلال عشان لا يهجوا علي الحريم ولا يهجوا علي الرجال ولا يصفقوا الرجال أنا إيش اللي أقول لكم ولا أقدر أقول حرام أنا ما أقدر أقول حرام لأنه هو عبارة عن إي أركان الزواج إيش هي الولي والزوج طيب وصيغة العقد والمهر طيب هذه أركان الزواج في المسيار الولي موجود طيب طبعا الزوجة موجودة حتزوج جدران أكيد حتزوجت الزوجة فموجودة طيب الولي موجود طيب والزوج موجود وصيغة العقد زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي قبلت نكاحها موجودة طيب المهر موجود إيش اللي فيه اللي فيه إنه الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها مثل المبيت أو النفقة أو مثلا إنها إنجاب الأطفال أو شيء هذا اللي يحدث فيها اللي بيحصل إنه كتير للأسف يقول لك أبا تزوج مسيار إحنا ليش نجي نلوم الرجال أنا حكون في الحق وفي العدل يعني طيب ليش نجي نلوم الرجال ونقول الرجال الرجال هم ما فيهم بس بيتزوجهم مسيار أنا أقول الخطأ مو على الرجل الخطأ علينا إحنا الحريم إحنا الحريم اللي أتنازلنا عن حقوقنا ورضينا بهذا الزواج رضيت إنه تتنازل عن حقوقها رضيت إنه تتنازل عن وقتها رضيت تتنازل عن النفقة خد على دماغك وبعدين بالمنطق والعقل أي رجل أي إنسان في دي الدنيا يلاقي شيء متوفر قدامه حيقول لك لا حيقول لك هاتو عشرة زيه صح صح بالله تجي للرجال تقول له تفضل المرأة قدامك على طبق من ذهب ومتنازلت لك عن كل شيء حيسوي نفسه بتقي ما شاء الله النقي بتقي يقول لك لا والله ما أبغى حيقول لك لا والله جيبها وأكمل الأربعة بيها طالما أنا من داخل بمسؤولية ولا حاجة ليش نجي نجي نلوم الرجال؟ نلوم الحريم النساء اللي هم رضي يبدأ طيب نجي نقول المسيار متى ينفع؟ ينفع بعض الأحيان زي إيش؟ إمرأة تكون أرملة عندها أطفال طيب ما تبغى تتزوج واحد يقعد في وشها طول النهار ويغط قلبها حتضطر تخدمه حتضطر تشوف مسؤوليته حتضطر تشوف هذا وهتقسر في أمور أولادها لكن في نفس الوقت هي محتاجة رجل طيب علشان إيش؟ ممكن يساعدها ممكن إذا ما تقول يحميها ممكن يدخل يخرج عليها محتاجة لأي أمر من دي الأمور نقول لها يا بنت الحلال الله يسر عمرك هنا مع ليش؟ أتزوجي مسيار بس إتنازلتي أنت برضاك إتنازلتي لا يجوا النساء يلوموا الرجال ويقولوا هم الرجال ابغوا نلوم النساء نفسنا فبعض الحالات زي الأرملة المطلقة هدولة نقول لهم قد يكونوا يضطروا اضطرار وبعض الحيان تقول لك لا ليش أتزوج تاني وأنا ما صدقت أخلص من الرجال أهم رح أكبس نفسي برجال تاني فنقول لها أنت حرة فهنا ما نجي نقول المسيار حرام هو آثار الاجتماعية ضارة ضارة آثار الاجتماعية لأن المرأة تقعد والله ما عندها رجال بيجيها مرة في الشهر أو مرة في كل شهرين أو مرة في الأسبوع طب أنت أنت اللي أحواجت نفسك يا بنتي أنت اللي حطيت نفسك في ذا الموقف فهنا نقول لهم هذه بالنسبة لزواج المسيار ما نلوم الرجال نلوم النساء للرديو وما نجي نقول والله ليش الرجال وليش الرجال طيب في عندك أي أسلتان بس لش أن تتكلم طيب أنا عقب على بعض الرسالة اللي جاتتنا اليوم مرسل يقول أنا أدخل ويوم سمعت كلام الدكتورة حق الأهل الغنمة والهبد مبطل على شأنها طيب والله يكرمك يا رب أنا عندي أخت صاحبة تقولي أنا أحبك لي سنتين وشاك وأنا خاف أفقد أعز أصدقائي هذه الرسالة والله إذا تبقى تتزوجها روح كده من غير مع حب ولا محبوب ولا دي الأشياء ولا التليفونات إذا أنت تبغاها فعلا ولقيت أن أخلاقهم طيبة العيلة وأخلاق صاحبك طيب قل له ممكن تزوجني أختك والله أنا أبغى أتزوجي ريت تزوجني أختك خلاص أدخل من الباب لا تدخل من الطاقة تمام أبو عناد يقول نسأل الله لكم القبول ويدعو بأن يحفظكم ويبارك لكم فيه وإياك إن شاء الله أخوي أبو عناد أشكرك على رسالتك طيب راح نخرج مستمعين الكرام لفاصل قصير بس نذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا أو يسألنا أو يسأل السادة تدالب لا صح طيب بس قبل ما تقول الأرقام بعد الفاصل أبغى أرد على بعض رسائل الفيسبوك أكيد راح نكمل إن شاء الله تعالى في الرد على بسائل ساعة ما إحنا قطعوا ككياو لا لا أبدا بلاك على استيسي 847700 وموبايلي 640660 وزين 746262 أو على الخط الساخن 70057499 أو على الخط الأرضي 026161100 خرجين لفاصل ومواصلين معاكم في موضوعنا اليوم الصفات التي لا يحبها الرجل في المرأة وإن شاء الله راح نرد على استفسارات المستمعين أو المعجبين أو جماهير جمعة من جمعة في الفيسبوك إن شاء الله تعالى وراجعين إن شاء الله مستمعين يا كرام عدنا إليكم في برنامج جمعة جمعة وموضوعنا اليوم الصفات التي لا يحبها الرجل في المرأة راح نستكمل إن شاء الله معاكم الرد على الاستفسارات على الفيسبوك خصوصا مع السادة اعتدال إدريس وأنا معكم فؤاد الأهدل إن شاء الله تعالى السادة اعتدال مرحبا بك من جديد يا أهلا سهلا فيكم بالنسبة الرسالة اللي في الفيسبوك جاءتني رسالة من شاب وأنا حب يريت إنه والله الكل يوقف معهم هم من أبناء الجمعية اللي يكون يعني اللي نحن نسميهم قد يكون مجهولين نسب هم ما لهم ذنب في هذا تسمية صراحة ظلمتهم تسمية ظلمتهم وكثير من الناس للأسف يرفضوهم يعني ترى مو كلهم زي يعني هم ناس بشر زينا بزيهم إذا هم حكمت عليهم الظروف أو أراد ربنا بقضاء الله وقدر وإنهم يكونوا فضاء الوضع ليش إحنا ما نستقبلهم ما نتعامل معاهم يا جماعة لما حصلت حادثة في عهد رسول الله سلم اللي هي المرأة اللي زنت وجاد لرسول الله سلم وجاده بعد سنتين لما انفطن والأم عروفة طيب الأبو ما ردي الحديث ما قالوا لنا من أبوه لأنه الإسلام يعني سفته الستر ما يحب إنه يهديد ستر أحد الرسول صلى الله عليه وسلم إيه سوى رفع الغلام قال ومن يكفل هذا الغلام وهو رفيق في الجنة الله أكبر طب إحنا ليش هدول الأبناء ليش إحنا مظلمهم إذا فيهم اللي فيهم موظفين نعم واللي فيهم ما شاء الله يعني يعني أنا أرسل لي واحد هم من أبناء الجمعية موظف وكانتوا طيبة وراتبوا طيب بس ما حد راضي يزوجه طب ليه إيش ذنبه صحيح؟ إيش ذنبه هو يعني قد يكونوا المجهولين نسب دولة ما هم شرط يكون إنهم يكونوا أبناء لقطاء لا قد يكون الأب والأم موجودين بس ما في قلبهم رحمة ورموا أبناءهم طب ليش إحنا ناخد دولة الأبناء ونعاقبهم بجريرة آباءهم وأمعاتهم ولا تزور وزيرة وزيرة أخرى ليه؟ يعني أنا أتمنى من إنه والله يا ريت حتى جمعية مساعدة الشباب على الزواج يا ريت يعني أبناء الجمعية هدول ليش لازم يشترطوا إنهم تزوجوهم من أبناء الجمعية نفسهم من بنات الجمعية؟ ليه؟ من حقهم يحيشوا في مجتمع من حقهم يعني هو هذا ابني اللي أرسل لي نعم فبيقول أنا أتمنى إنه حتى لو هو سر له شي فكرته جميلة جدا يقول لو سر له شي ألاقي بزورتي ليهم خيلان يشيلوهم ليهم يعني خيلان وخالات يقدروا ينتبهوا لهم صحيح أما ليش نشترط إنه أبناء الجمعية ما تزوجوا غير من بنات الجمعية؟ كأنك بتقولوا هدولة كأنه فيهم وبعد وسمحتوا منبوذين بعدهم عن المجتمع لا المفروض هدولة يا ريت يعني من يقول إنه والله زوجوهم زوجوهم إذا هم طيبين مش معناته إنه ما له عيلة ما له أهل ما له هذا قد يقول لك إنه والله ما في أحد كبير رجعله طب ليش نفطرد كلهم إنهم هم سيئين؟ ليش نفطرد كلهم إنهم هم أخلاقهم طيبة؟ طب ما في عوايل كثيرة في أمه أبوه عيلته كلها معروفة والولد بعيد عنك أخص مما تتخيل طب ليه؟ فأتمنى أتمنى إنه أحد يقوم بموقع يسموه يعني مثلا يسموه اسم رائع مثلا الزواج مثلا الزواج المعروف أو شيء أو معروفين نسب بلاش يكونوا مجهولين نسب صحيح خضير حكاية قبيلة وخضيرة ومنعها في هذه الأشياء دعوها فإنها منتنة وهذه بدعوة الجاهلية يريد أحد يحط فيها ويصير إلي بده يتزوج ولا شيء إيجي يتراسلهم وهما ممكن إيش يوفقوا في الزواج بدلا ما تنحط الكلام اللي مانوا لزمة حطوا الأشياء لهدول الأبناء الجمعية دولة وحطوا لهم موقع رائع جدا يعني أنا فرمضان اقترحت موقع للصحيح اللي هما حقونا الاحتياجات الخاصة جميل فهنا يريد انحط موقع تاني والله تم ما شاء الله والله ما أعرف إذا تم ولا ما تم لأنه أنشوه بس أنا اقترحت ونقول يريد أحد يقدر يسوي يعني فيه ما شاء الله تبارك الله من أبنائنا وبناتنا اللي ما شاء الله تبارك الله متفرغين يقدروا يسووها يعني إحنا النساء بحكم انشغالنا بالزوج وبالأولاد وبالعمل وهذا مو زي الرجال ما شاء الله تبارك الله اللي عندهم المقدرة فريد هما يسووا دي المواقع ليهم وبحيث انهم يقولوا احنا نقدر نسوي هذا الشيء وفعلا يدعموهم ويسووهم جميل لعلنا نستغل من هذا المنبر والنادي على المقتدرين والفعلي الخير انه يعني يتبنوا هذا الفئة الصراحة الفئتين فئة الصحيح وفئة فئة الصحيحة وفئة ممكن نقول المعروفين نسب يعني بلاش نقول مجهولين نسب لأنه يعني ما يجوز أبدا انه إحنا نجرحهم ليش نجرحهم دول بشر زي أنا بزيهم صحيح فإريد يسووا حطوا بيننا والزواج خليهم يتزوجوا نعم وواحد قد تكون عنده احتياجات خاصة واحد هنا ومن عوائل ومن هذا واحد قد يقول أنا مستعدة تزوج بنتي أنا أبغى أسترها فيه ناس كثير يقولوا والله يبغى يستر بنته يقول أنا أبغى أزوجها ويكون طيبين عائلة طيبة مش منها أي يعني كل ما أحبوا طبعا اللي حاب أنه يعني يدلنا أو ممكن يعني ينورنا في الموضوع ممكن يسوي دالنوقع إلا تتواصل معنا ممكن كمان يواصلنا على الستي سي ثمانية أربعة سبع سبع صفر صفر موبايلي ستة أربعة صفر ستة صفر وزين سبع أربعة ستة ثنين ستة ثنين نكمل أيو الرسالة الثانية في واحد طبعا يقول المتعرف على واحدة من الفيسبوك طيب أهلا وسهلا كثير أكتي النعم وحبها مرة وهي تحبه ويبغي تزوجها لو وافق أهله أهلها وتزوجه هل تتوقع راح تصير مشاكل كثيرة بعد الزواج ولا لا وهل أنت تأيدي أن الواحد يتزوج من اللي يحبه شوفوا أنا ما بأقول لكم يعني والله لو أنت شفت وحدة قدامك معاك في العمل عرفت أخلاقها بنت عمك بنت خالك هذا وحدة يعني بأدب حبيتها لأخلاقها عرفت أخلاقها عرفت أنه هذا وتعرفت عليها وحبيتها ما يمنع أنك أنت تتزوجها ليش ما تتزوجها جميل إذا أنت طيب وهي طيبة بس إيش ما فيش داعي للمكالمات يعني أنا بقول لك أنت الفيسبوك هذا هل أنت فعلا تعرفها؟ هل فعلا يوريك شخص لقدامك؟ حقيقتها؟ طيب ممكن الفيسبوك أنت أصلا ما بتشوفه من هو؟ يمكن يكون ولد بتكلم معاك وإسم مستعار؟ إسم مستعار ويرسل لك صورة أخت ولا صورة واحدة ممثلة ولا شيء أنت من تداره أنت تطبيت فيها وحبيتها وحتى لو تقول بأكلمها بالتليفون تقليد الأصوات يا مسهله نعم تلعب فيه نعم يعني هذا الفيسبوك يا جماعة يا بناتي تقول لي والله حتعرفت على واحد وحبيته في الفيسبوك طبعا حتحبيه حيعطيك أنه هو الدونجوان وحيبين لك أنه هو الفارس المغوار وحيبين لك أنه كل الصفات الرائعة فيه وفجأة تجي تلاقي تتوكس كان الواحد اللي طلعه أعلى دور من الصدوح تجي تهبده للبدراب يعني كيف أنت حتعرف صفاته طبعا حتقول هتاخد أهلك ياخدوها طب هتاخد أهلك ياخدوها بعدين هل عرفت صفاتها كلها؟ ما دراب؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أرى المتحابين إلا النكاح زي كده زي كنت لك تعرف عليها أتزوجه لكن أنت ما تعرف الفيسبوك هذا الفيسبوك والمسنجر والشات وما نعرفه ودي الأشياء كلها أشياء الديجيتر الحديثة حقتكم هذي الشباب أنتو نحن من الجيل القديم نحن من الجيل الجديد طيب هذي ما تعطيك فعلا فكرة صحيحة أو إنها الصورة صحيحة عن الشخص الآخر سواء كان بنت أو ولد طب هو يمكن سأتدار بعضهم يسأل يقول طب ضر مثلا في مجتمعات مسلمين وكذا وثقافة الزواج بشكل عام يعني ما نتكامل فيسبوك اللي هو الأونلاين يعني زواج وتعارف كذا فبعضهم يقولوا طب ماشين الناس فيها لا مهم ماشين من قالوا الماشين لا مهم ماشين من قالوا الماشين يعني مرة فيه دراسة حصلت أسمان هذا يقول لك 80% ويريد تدخل على النت أدخل على النت أكتبوا الزواج عن طريق التعارف ومدى نجاحه هتشوفوا إنه حتى في البلدان الخارجية اللي منفتحها واللي عادي يقول لك إنه 80% من الزيجات التي تتم عن طريق التعارف والحب غير ناجحة وهم قيدهم عادي يعني عادي تحب غير ناجحة لأنه في الحب بيحبها وتحبه هو بيوريه دائما أحسن ما عنده أحسن ما عنده شوفوا صدقوني ممكن تحرف أشياء العامة الكبيرة اللي تكون فضائح كبيرة لكن الصفات البسيطة ما تستطيعنك تعرفها ما تبان شخصية الإنسان غير لما تدخل أيوة تحاشروا والله بعض الأحيان صاحبك يكون معاك أو صاحباتك تكون معاك سنين أنت ما تعرف شخصيتها ممرة مدحوا رجل عند عمر بن الخطاب فقال له سافرت معاه قال له لا قال له تعاملت معاه بالدرهم والدينار قال له لا قال له إذا ما تعرفه صحيح قاعد يكون صاحبك على طول وطول النهار في وجهك في وجهه لما أنت سافر معاه تلاقي أخلاق وغير تختلف لأنه في السفر معاه 24 ساعة نايم معاه قايم معاه كله فتختلف فهذه الأمور يعني ما هي الأمور اللي تبني عليها حياتك هذه واحدة بتقول أنه هي لها شهر مملكة ولما ندق عليها خطيبها ما تعرف كيف تأخذ وتأخذ معاه هذه شكلها مسكينة حرام ما يعرفه حتى بيطالبها أنه يخرج معاها يعني الراجل بدي يخرج معاك يا بنتي طالما أنت مملكة وهي بتقول أنها قاعدة في بيت خالتها استأذن أي مرة يجيك يزورك في بيت خالتك ما يجرى شيء هي في مكة أساسا وهي عايشة في جدة أهلا في مكة عايشة في جدة مع بيت خالتها يا بنتي خلي يجي تفضل وحاولي أنك أنت تتدردح شوية لو سمحتي ما بقول لك كوني مرة جريئة أو حاجة لأن الرجل لا يحب المرأة الجريئة لزاد عن اللزوم لكن أقرأ في النت كيف أنك أنت أو أقرأ كتب كيف أنت تقدر تأخذ وتعطف الكلام معاه فحاولي أنك أنت تخرج معاه طالما برضى أهلك وأهلك راضين خلي يجي مرة عن بيت خالتك أقل هون شوية عن رجال مسكين يا حرام ما هو عارف يهرج وانت قاعدة صادته حتى لو تكتب الكلام كتابه وانت بتقرأيه وانت بتتكلمي معاه أقرأيه علشان بعض الحاقة يكون الإنسان فجأة أمام التلفون يبلم يتنح ما يعرف يتكلم شايفة شايفة عشان كده نقول لها أكتب الكلام وجهزيه وبعد لما تيجي تتكلمي معاه هتلاقي ناسك أنفقت عقدة لسانك هالي شوية في رسالة اللي بتقول اللي واحد بابننا هذا بيقول أنه هل ليك دورات في الدمامة وفي البحرين لا والله ما ليه دورات هناك بعدين أنه تواصل هو مع زوجتي يقول بحكم أننا أعقدنا القران وهو أول من يبادل بالكلام المعصول طبعا أن البديهي أنه في الخطوبة وفي الملكة أنت اللي حتبادل بالكلام المعصول لا تتوقع يا أولادي أنه البنات في أثناء الملكة أن هي حتبادرك بالعمل شوفوا الرجل يحب بسرعة ينسى بسرعة المرأة تحب ببطء وتنسى ببطء في فترة الملكة يا أولادي لا تتوقع أنه زوجتك والله ما يتفدى بديبك لا لسه لسه هي بتجرب أنها تخوض الحب معاك أنت ما شاء الله دخلت دعم زي القطر على طول طيب فبتدخلوا زي القطرة المستعجل وبتحبوا على طول وتبغوا زوجاتكم تكونوا كده بعد الزواج هي حتبدأ تحبك وتعشدك فعلا طيب فأنت تكون خلاص حبيت وتكون نسيت ونسيت أنك أنت تقولها الكلام المعصول عشان كده بتصير المشاكل بين الزوجين تقوله فين الكلام حقك اللي قلته أيام الملكة ودحين نسيته لا يا بنتي هو مو ما يحبك يحبك بس هو خلاص قد وقلك الكلام من أول علمي أنت كيف يرجع أقولها تاني أنا أقول لك يا ابني عادي ترى أنه أنت تبادرها بالكلام المعصول والقبلات وهذه الأشياء وطبعا ممتاز أنك أنت ما تتجاوز الحدود علشان إيش تخلي الحلاوة يعني الأمر المزبوط يكون بعد إيش بعد الزواج بيسأل هل شي اسمه هذا العادة السرية اللي بيكون بيمارسوها من الرجال وتوقفوا عنها هل لها تأثير على الزواج بعد ذلك شوفوا يا أولادي طبعا العادة السرية لا يجوز وهي ضارة جدا جدا بصحة الإنسان اللي بيستعملها لأنه فعلا بتأثر على علاقته مع زوجته لكن إذا أنت أو مش أنت أقصد أنت أي رجل أي شاب وقفها قبل الزواج وتاب منها وبطل منها طيب هذا بإذن الله رحمة الرحمة حنقول ابدأ يرجع تدريجيا لممارسة حياة طبيعية فلكن اللي يكون بيمارسها بكثرة فنقوله نصيحة لك حاول انك تشغل نفسك عنجتمارس العادة مثلا في لك طريقة معينة لو دخلت ودورت في جوجل إنو كيفية الإقلاع عن ممارسة العادة السرية وهل لها تأثيراتها هتلاقي كيفية الإقلاع عنها أنك أنت تشغل نفسك بالتفكير في أي شيء تاني تغير المكان تبعد عن كل شيء يحاول يثير الشاب أو الفتاة أو يهيجهم أو شيء من أغاني من أفلام مباحية من من يباعد عنها لأنها تأثر على صحته وعلى ممارسته بعد كده مع زوجه وحتأثر زوجته وحتأثر على زواجه فعشان كده النصيحة ليكم بطلوا هذه الأشياء لأنها قد تؤثر على حياة وتؤثر مش قد أكيد تؤثر على حياته وبعدين هم بيقول أنه ربنا وحبه بجسم رياضي أنا أبغى الثقة خليك واثق بنفسك لا تقول والله لا يعجيبها شوف يا طالب الزود يا واقع في النقصان والله واحد يقول لا طب أنا هذا لا خليك واثق بنفسك سواء أن كنت حلو ولا محلو تخين نحيف هذا أنا أذكر من زمان واحدة صديقة لنا ما شاء الله عليه لقوة إلا بالله كانت تخينة جدا هل تقول لها فلانا لم تسوي رجيم كانت تقول لي ليش أتسوي رجيم مع أنه صحتها المفروض بس أنا عجبني بيها الثقة بنفسها تقول أنا عاجبني شكلك كده واللي يبغاني ياخدني كده واللي ما يبغاني عسى ما أخذني ومرحة ما شاء الله عليها وواثقة في نفسها أبغاكم تكونوا واثقين في نفسكم وما لا يعقل أن إنسان يكون كامل يعني المرأة صح تحب الرجل الرياضي الممشوق اللي هذا بس صدقوني أقول لكم هذا سر يا شبابي ولا يسمعوا بناتي طيب الله أستر خلني بناتي يكفل أدريب شوية المرأة لما أنت حب الرجل ترى ما تشوف في أي عيب والله إلا كنت بكروشة قداما قدش كبرها ولا كنت بصلعة ظلبطة يعني منورة ولا وحش ولا شيء طالما حبتك هي حبتك لرجولتك حبتك لأخلاقك حبتك لإحساسها بالأمان معاك حبتك لأنها حاسة أن هي مع رجل بمعنى الكلمة بغض النظر يكون تخين نحيف ممشوق القوام قصير طويل لا تفكر في دي الأمور كلها المرأة غير وهذا سير بأقول لكم هو يا شبابي صح المرأة قبل ما تتزوج قبل ما تنخطب قبل ما هذا تقول الله نفسي في واحد كده يكون ممشوق القوام رياضي وعضلاته من عارفه ويجيها ممكن واحد مسلوع كده ونحيفه حل تحال صدقني حتموت في دبا ديبه حتحبه لأنها عشقة الرجل ده وحبته فلما العبرة بأخلاقك العبرة كيف تحسسها بالأمان كيف تحسسها برجولتك كيف تحسسها أنك أنت اللي بتحميها الجدار أو الحصن اللي تلجأ له طيب وتحس أنه هو حاميها بغض النظر عن شكلك حلو محلو لا تفكر فيها خليك واتق من نفسك طيب طبعا بالنسبة للمعسلات والتدخين وهذا أقول لكم أكرر على مرة تانية أنتبهوا عندكم أطفال يرضيكم أنه ولدك يمسك السجارة ولا ولدك يمسك السجارة ونعسل وإشرب أو بنتك حتى لو كنت يشرب بر البيت ثق إنه إلا ما الطفل يشوفه هداء وقلدة كيف حتربي حتقوله عيب لا خطأ لا تنهى عن خلق ودأت مثله عار عليك إنفعلت عظيم بالنسبة لبنتنا اللي بتقول إنه هي مملكة وفعلا أنا لقيت إنه هي صفاء شخصيتها تختلف تماما عن شخصية الإنسان ده أشياء اللي أقول لكم عليها يا أولادي ترى إنه المرأة ما تحب الرجل المستهتر ما تحب الرجل اللي يحب المظاهر اللي عنده إنت يا دوب راتبك على قدك وتبغى تشتري سيارة وتبيع في سيارة عشان المظهر بالمعنى الأصح المرأة ما تحب الرجل الأناني اللي يفكر بس في نفسه هنا أنا بأقول لها يا بنتي اللي شخصية تختلف عن شخصيتها أنت أستخيري وأجلسي معاه شوفي تكلمي مع الرجل ده مع ابن عمك اللي أنت مملك عليه طيب أتكلمي معاه وشوفي هل هو فعلا تحسي إنه في أمل في تغييره وإذا في أمل هل أنت عندك استعداد أنك أنت تصبر وتقولي أنا لها أنا حغيره طيب من غير مضاربة من غير شدة عليه هتلاقي نفسك مع مرور الوقت إلا ما حيتغير لكن إذا أنت حسيته أنك أنت ما تقدري فلك الحق أنك أنت تفسخي الملكة هذا اللي واحدة بتقول أنه أختها متزوجة وعايشة في بلدة وما هي موجودة وزوجها ما بيصرف عليهم وهم بيرسلوا لهم كل شيء أنا أقول الله يكون في عانكم الله يعانو بيهم يعني من جد يعني أختك هادي والمشكلة أنه عندها خمسة أطفال ما حتقدر تقولي لها تطلقي وأرمي وهذا الرجل يعني لاجب إيه لو قدرتوا أنتوا تساعدوا في عندك إيش المثل الصيني يقول لك إيه أعطني صنارة وعلمني كيف أصيد ولا تعطيني سمك جميل فلو قدرتوا تساولوا مشروع ده زوج أختكم تلمولوا شيء وتعطولوا يساولوا مشروع فيه يقدر يصر فيها على هذا على أختك أبنات هيكون طيب هنا في عندنا إن واحد يقول ها شوف جاء من الأشياء اللي هنا يتعرف على واحدة ولما جاء يخطبها طيب تفتحت عينه على أشياء وطلعت البنت غير اللي كان متصورها هذا اللي كنا إحنا بنقول عليها بالضبط وبرضو هنا حدخل فيه كمان في موضوعنا إنه الرجل ما يحب المرأة المنفتحة إيش يعني مرأة المفتحة المرأة اللي تاخد كله إيزي تيكت إيزي يا عزيزي ما في إيزي المرأة اللي بتحب تبا تخرج مثلا عادي وتبا تتعامل عادي عندهم الاختلاط عادي عندهم ال إنها تتعامل مع الرجال تخرج بكت تخرج ما نعرفين اللي هم بدون ملابس تخرج بدون حجاب مهما كان الرجل منفتح ترى طيب إلا ما هيغار وما هيعجب المرأة زوجته تكون بدل طريقة حتى طبعا إلا ما هيغار الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه لا يدخل الجنة ديوث قالوا ومن الديوث يا رسول الله قال الذي يرضى المنكر في أهله صلى الله عليه وسلم فإن تخرج عادي مرته فهذا هو بيقول إنه يعني لقاها تختلف تماما عن البيئة بيئتها تختلف تماما عن بيئته طيب وهو يقول حبها وقعت كم سنة معاها ولقاهم منفتحين بزيادة لدرجة ما يقدر تحملها وهي متمسكة من فتاحياتها جدا صح هو متعلق في البنت وما يقدر ينسى وقفتها معاه هي وقفت معاه وصار له شي هذا فهل يتركها يقول خافة نازل وأكمل وبعدين اتعب وخايف إنه أسيبه وضميره ما يريحه موقف صعب موقف صعب أنا إيش باقترح عليك يا ولدي حتى لو أنت متعلق فيها يعني أذكر مرة قرأت قصة رواية في كتاب والله ما نذاكر أظن ما نفاكر الكتاب لمين طيب إنه كان بيتكلم عن واحد حب واحدة برضا زي كده منفتحة وتزوجها وبعد كده ما قدر يتحمل انفتاحيتها أبدا وإنها تتكلم مع الأصحاب وتتكلم مع دا ومع دا وعادي إيزي كأنهم أصحابها وكأنهم أخوانها يعني بطريقة فطلقها فيقول تقابل معها في الطيارة بعدين طبعا هو يقول كان متعلق بيها لدرجة شديدة وفي الطيارة ذكرته بالحنين وذكرته بحبه ليها يعني الذكر هو هي ما تكلمت هو الذكر هذا الأشياء كلها يقول ما نسيت حتى إيش نوع العصير اللي أشربه يعني كانت هنا فيقول قررت إنه من يوم ما أنزل من الطيارة أروح أنا وياها ويرجع يقد عليها مرة تانية هو أطلقها فيقول لما نزل من الطيارة طيب قابلها صاحبها كان معا يشتغل وصافحته وعادي وما نعرفه فيقول طلقتها بالثلاثة لأنه ما هيقدر تحمل أنا أنصحك نصيحة إيش يا ابني إذا أنت فعلا ما تقدر تتحمل بيئتها تختلف تماما عن بيئتك وهي إزاها الله خير مشكورة على وقفتها ومشكورة على هذا فأنا أنصحك تجلس معها وتتحاور معها إنه أنا بيئة تبدل طريقة وأنا حياتي كده ما تتنازل عن مبادئك ولا تتنازل عن حياتك يا ابني لأنه حتتعب معناته أنت انسلخت من جلدك وانسلخت من جلدك هتتعب وبكرة النهار فعلا حتطلقها بعد ما يكون سار عندكم طفل أو طفلين وحيضيعوا الأطفال فمن قصيرها من بدري أبدأ أشوف إذا والله هي عندها استعداد إنه هي تعيش حياتها معاك بطريقتك وبأسلوبك وطالما هو أسلوب ما هو خطأ طيب أهلا وسهلا ما هذا فالله يكون في عونك أفترقوا إذا ما دخلتوا بمعروف أخرجوا بمعروف قبل ما تبدأ وإيش إنها تبدأ في كون زواج وخليك واضح وصريح معاها وقول لها إنه أفضل شي نفترق دحينا مما إنه بعد كده نتعلق ويكونوا بيننا أطفال لو أنت ما تقدر تعيش ولي هي ما تقدر تعيش كل واحد متمسك ببيعته طيب بقي قدامنا فيها حين يكون عندك شيء اتصالات طيب نكمل الباقي وناخد الاتصالات أتفضل هو في الحقيقة يمكن لسه الاتصالات لكن ذكر بالأرقام على 70057499 أو على الخط الساخن هذا الخط الساخن على الخط الثاني الخط الأرضي 026161100 على STC 847700 موبايل 640660 22746262 راح ناخذ إن شاء الله تعالى رسائلكم وستفساراتكم إذا عندك شيء في واحدة رسالة في واحدة من البنات رسلت لي إنه هي جزاها الله خير شايلة أبوها وعمرها 24 سنة وتقدم لها رجل عمره 42 سنة ونتيجة للرسائل اللي بيني وبينها طيب أنا أقول لك يا بنتي طبعا أولا أشكرها جدا إنه هي قائمة بأبوها أبوها رجل كبير وعنده تبول لا إرادي وهي وكبير كبير في السن يعني زي الأطفال الصغار فعلا وهي اللي شايلته أخوانها ولا أحد فيهم ما هو شايلة الأبو وحريمهم ما أحد فيهم قادر يتحمل الأبو فبتقول لي هل أوافق على ذا فأنا بأقول لك وافقي علي يا بنتي وتوكل على الله عمره 42 سنة بس أسألي هل في الإمكان إن أنا أجيب أبويا معايا في البيت وأخدمه وتكسب أجري وأجري أبويا إذا رضي فاتوكل على الله والله يوفقك يعني ويرزقك البر ببرك لوالدك وهذا صدقين حيكون إنسان كويس لك هذا طيب طيب رح نأخذ التصالات في الحلقة السلام عليكم طيب نأخذ التصال ثاني السلام عليكم ألو السلام عليكم طب شو مساكي يمكن أن ينتظروا في صراحة كثيرا أي ألو ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله حياتي الله أهل السلام أنت على الهوى في برنامج جمع جمع أنت عرف عليك أه معاك قاسي مبكل حقيقة الأخداص متفضل يا ولدي الله دكتور اعتدال هاي يا بوي هذا المشكلة عندي أفتي جاءها رجال أيوة فلا إله إلا الله السن الفرق بينهم هي طويلة العمر عمره تقريبا 34 أيوة وهي البنت عمرها 22 سنة فحاولنا أن نحنا نكلمها إنه هذا ما ينفع وهذا 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 بس هي البنت مصرعة لأنه لازم تبغى الرجال هذا طيب 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 أخوي قاسم تسمع الجواب إن شاء الله رغم الدكتور الله عافيك طيب أوك أنا رح أخلي الكنترول يسحب الخط ويعطيك الرقم إن شاء الله شكرا أخوي قاسم نعم هيتواصل معك الكنترول الآن أخي قاسم بس يمكن الصوت مواصل عندك لأنه الراديو كان شغال كان شغال سوف أخلي فضل منذ ان تفعل حسنا عاليكم أخوي سوف أخوي طيب طيب حسنا 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 كريم معك من مكة حياة الأخوة الكريم زميل للإداة فضل الآن يا دكتور أنا عندي شيء الآن أنا مقبل على الزواج أيوة وأقولهم جاري البحث عن الفتاة الله يسر لك توفيل إن شاء الله فعندي شيء يعقدني فيها كل ما يجي أخطب بنت أو لا يجي يقولون النظرة الشرعية النظرة الشرعية لماذا؟ ليس النظرة الشرعية النظرة الشرعية للبيت فهم هو جاي يقولون نشوف العريس هذا الشيء يعقدني تماما مع أني أنا ثقة في نفسي فوق ما تتفورين يا دكتور الشيء ذاني يزعيني كثير 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 بمعنى الكلمة وأحيانا أرفض الزواج على هذا الشيء طيب يوصل لك الرد أخوة الكريم حياة الله نأخذ الصلاة ثاني سلام عليكم هلو مرحبا انت هل هو اسمعنا من التلفون مرة يعني ناسي مرة طيب للأسف يعني ألو السلام عليكم طيب قطع الخط السلام عليكم ألو نعم عليكم السلام تفضلي انت هل هو عليكم تفضلي يا بنتي تفضلي لو سمعت برغمات الشرع طيب خليك انتي ان شاء الله تعالى تتصلي بعد برنامج والكنترون راح يعطيك الرقم إن شاء الله تعالى حياة كلا طيب حولي على الكترار طيب الكنترون لا أصلم معانو فإن شاء الله راح يأخذ الخط نأخذ التصال ثاني السلام عليكم ألو مرحبا التصال آخر مرحبا عليكم السلام السلام عليكم الحمد لله وات الصوت الله يرضى عنك يا ولدي حق الراديو يالله يحييكي أهلا وسهلا فيك ابن الخضر الحمد لله السلام الله يسلم عرفنا فيك هذا ما كنت موجودة الحمد لله شكرا أبو مين النسبة لك تعرفنا فيك طيب عشان نقدر نعرفك أبو محمد هيك الله أبو محمد تفضل تفضل الله يقضى عليك يقول لك النسبة الآن اسمو البرنامج عندكم أيوة ما بتعيدوا أنتو في الراديو نفسك هو في الراديو لا ما بنعيده لكن إحنا مسجلين الحلقات على اليوتيوب فاللي حابة يعني اسموها على الحلقات ما بينزل كامل مرة حاولت أنا وما بينزل ممكن يعني متى كانت محاولتك قريبة ولا بعيدة كم؟ متى يعني حاولت تدور الحلقات يمكن في وقت بعيد كل ما ينتخلص يوم السبت أنا داعوا مع طبع يمكن يتأخر يعني بس يومين ولا حاجة أساس أنه تعرف عندنا حلقات ثانية للبرامج فعلى بال ما يرفع الحلقات لكن لو بحثت الآن إن شاغلا أنا متأكد أنها موجودة لأنني برضو مشرف على الموضوع شخصيا الله عزاكم إذا لديك استفسار حياة الله ما عندك استفسار في الموضوع؟ في الموضوع الله بالنسبة للسمو يعني اسمو كنت فيقول عندي الشيء اللي أمو يحبون ها ما لحبه الشيء اللي أحب هي ما تحب صحان الله فخلف خلاف يعني ها تترجع تحبو بعض تحبو الأخي مع بعض إي الله يرضى على رأيك سعدين باتصالكم محمد حياة الله حياة الله نأخذ كمان لأخذ التصالات تصال ثاني سلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي كافكم ومحتضات أهلا يا بنتي حياة الله تفضل يا معا الاسم كريم عمل فضل يا أمل أماما سيدي أنا تعرفت على واحد أيوة يعني قريب من لحين كمنا سنة أيوة فأيجاني ناسين بجمواني ناسين بس أنا أعرفه وهو الأبدان يقول رحيل أنا يعني خائفة حتى الوجي خائفة يعني طيب طيب دقيقة أمل كم عمرك أمل 19 وهو كم عمري أمل يا عشرين عشرين طيب عشرين 19 سنة ما تفري هو كم عمره هو عمره عشرين عمره عشرين أه هو اللي عمره عشرين وهي 19 ما يقدر يتقدم لك دحين هو أيوة يقول لك دحين ما أقدر تقدم أنا جاني يعني ناس جاني ناس مدرسين زي كدو أنا رفضت طيبة اللي جاكي يعني أخلاقه طيبة أيوة بس رفضت طيب طيب تعرفت عليه عن طريق إيش يامل حلا تعرفت عليه عن طريق إيش عن طريق الجوال طيب نجيك الرد بإذن الله طيب شكرا نختيامل طيب ناخذ ردود على الأسئلة طيب بالنسبة لإبننا قاسم اللي يقول إنه زاء جاء لأخته رجل عمره 34 هي عمره 22 سنة أم صممة إلا تبغاه يعني الفرق فيه كم 12 سنة بينهم آآ شوف أقول لك إذا والله الراجل طيب وأخلاقه طيبة يعني هو صح فرق كبير أنا ما بقول لك لا أين يعني فرق 12 سنة هو أقصى شيء أقصى شيء عشر سنين لكن هذا دخلت في السنتين دي ممكن واحد يقول وصاية عليها آآ إذا الراجل أخلاقه طيبة وما يتفوت عائلة طيبة أمسك أختك أول مرة واتكلم معها طيب قل لها فرق في النضج أولا أنت حتكوني زي الطفلة بالنسبة له طيب هو ما حيخليك مثلا أنت تبتمزحي تبتجري تبتلعبي هو حيكون ناضج رجل ناضج ما حييعجبوا يعني أنتو الشباب مثلا 25-26 سنة تلعبوا تهيصوا وما أنا أعرف إيه هذا خلاص دخل في فترة الرجولة اللي هي مش يعني كلكم رجال ما قصد أحد يعني فترة اللي هو إنه هو النضج الكبير اللي بيكون ناضج فيه مرة أمسك أختك ووضح لها كل الإيجابيات والسلبيات اللي ممكن هذا لا تقول لها كل سلبيات من يوم ما تقول لها كل سلبيات هتعمل بلوك على مخها كده وتقفل وما حتسمع منك ولا شي لكن اتكلم معها قل لها صح هو رجل بنى نفسه هو رجل عاقل قد يكون أسأل عنه قبل ما تتكلم معها أسأل عنه فاصفصوه تماما إذا والله ما في أي عيب أتكلم معها أنت كده يعني الرجل طيب وفيه وفيه لكن فكري مظبوط ممكن تسوي كده ممكن كده لو أخذت قرارك هذا أنت ما في رجعة لا تجي تقولي بعد كده أنه والله لا ما أبغى ما هو لعب عيال هذا فحطها خلي الكورة في ملعبها هي شايف عادة الإنسان لما نشوف أحد يفكر عنه يقوم يبدأ يدلع ويبدأ يصير على رأيه لكن خلي الكورة في ملعبها هي خلاص أنت بنفسك هذه حياتك وهذه طالما كان الرجل طيب هذه حياتك لا تجي تقولي بكرة كده لا تجي تقولي بكرة كده أنت حياتك واستقرارك أقرأي وفكري وأقرأي عن الزواج من رجل كبير كيف هي أترك لها فترة تفكر وهي حتجيب عليك وأكثر من الاستخار لو لها خير حيجيها ما لها خير حيروح لها تفعل شيء بالنسبة لابننا كريم اللي بيقول زعلان مرة أنه العريس هو اللي يشوف شوف يا ابني من حق يعني أنت لو كان عندك بنت طيب حط نفسك موقف أبو العروسة هو أساساً إيش بيصير أبو العروسة بيشوفك نعم بدي يشوف اعطي بنته المين أنا ما حاعطي بنتي يقول لهم كلها من حبها ودب يقول لهم تفضل شوفها نظر الرؤية الشرعية لا هذه بنتي هذه جهرة عندي صحيح فأنت نفس الشيء أول مرة شوف أنت حتسلم بنتك لمين أنا بأكت حط نفسك في موقف أبو العروسة حط نفسك في موقف في مكانه طيب حتسلم بنتك لمين هل حيجي واحد أول ما إيجي طب تعال شوف العروسة أول مرة وبعدين وافق لك طب ما ينتقل موصفوا لك العروسة وممكن تكون شوفت صورتها ممكن تشوف أي شيء قبل كده فهذه الرؤية أنت قدك شوفت تعرف صفاتها فالأب من حقه قبل ما أخلي أي راجل يدخل بيتي ويشوف بنتي أنا أشوف وأتكلم معاه صحيح فهو من حق الأبو أنه شوفك مغير ما تتعقد ولا تأخذها بحساسية مرة زيادة عن اللزوم حط نفسك في موقف أبو العروسة وفكر أنت كيف حتزوج بنتك وساعتها ممكن هذا بالنسبة الأمل اللي تعرفت على واحد يا بنتي يا حبيبتي أتعرفت عليه عن طريق الجوال وحبتي أنت أمرك 19 هو أمره 20 يعني تعرفت عليه أمرك 18 هو أمره 19 بالله عليك وحتقعد الميتة قاليني سوى الأمره 23 سنة 23 سنة صدقيني منذجي حتتغير نظرتك له حتغير نظرته ليك هذا ما هو كلام صحيح أبدا وتعرفت على طريق الجوال وقعدين تقولوا كلام الحب أنت كنت بحاجة لعاطفة وبحاجة إلى اللي يسمعك كلام الحب هو نفس الشيء أنا ما أقول سيء قد يكون إنسان طيب قد يكون رجل طيب بس أرجوكم أقطع العلاقة بي يا بنتي طيب مباشرة وأبدأي أدعي أي عريس جيك لا ترفضي أستخيري ربنا لو ليك خير حتاخذي ذا الولد حيجيك ولو بعد حين ما ليك خير بس على الأقل تعرفي لا تعلق نفسك بي لو تعلقت بي وجاخط بك أفرض أهلك ما رضيه الساعة هيصير موقفك حتدخل في تعب نفسي وحتدخل في أشياء نفسية غير الشيء اللي ما يجوز اللي أنت بتسوهوه ده نصيحة لك أقطع العلاقة بي وإذا شاك غيره وكان طيب أستخيري ربنا أول مرة أستخيري وشو فيه قد يكون في ليك خير قد ما يكون في ليك خير نعم في التصالح لا أصراحة نأخذ بعض الرسائل اللي جاتنا عاصم يشاركنا بمداخلة يقول عاصم العتابي يقول أنصح بقراءة كتاب أسرار هامة وخطيرة في شهر العسل للدكتور خالد جاد أشكرك أخوة عاصم نجال الله خير نجال الله خير وخطيرة في شهر العسل حلو طيب كمان أنا متزوج لي السنة ونص والحمد لله عندي ولد بس مشكلة العصبية والنرفز السريع لأي طلب من الزوجة لكن يقول في نهاية الأمر أجيب وبرضى مني الحمد لله يقول ما حرمتها ولا قطعت عليها شيء بس أنا معارفة المشكلة نفسية ولا عصبية أخونا أبو البندري طيب كمان أم محمد تقول دعو لي أنا في كربة أبو يفرج كربتك يا رب حق هذا الجمعة الفضيلة أمين يا رب العالمين أنا متزوج ليا ثمانية سنوات وما ذكت طعم الحنان والأنوثة والرومانسية وكل ما قلت وكل ما قلت ما كل ما قلت ما هي واضح الكلمة الصراحة لبعدها فالمهم كانت قلت قالت لي أصبر يا ولدي كل ما قال لأمو يمكن يمكن وكلمتها الوالدة وفهمتها من اليوم مرة يا بنتي انتبه لزوجك ولبي طلباته وما تحب تقول تلبس أمامي وحب بيت الرسالة ماذا كان يضحك لك طيب ليش يا أستاذ تحرض البنات على الشباب حرام عليك أحردهم ليش بيش أحردهم من لنا غيركم والحب مو حرام هذا مرسل يمكن الحب مو حرام طيب أنا وقول لك مؤهل حب لك بالحلال يا ولدي يحسن لك طيب صحيح أنا نزوج روح أتزوج وفلاشي أحرد البنات عليكم طبعا أحرد البنات عليكم أنت بتلعبوا فيهم حرام صح 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 أنا أريد أو هذه المرسلة أعتقد والله كانوا أني أريد تزوج الشاب اللي أرسلك يمكن تقصد عبن الجامعية نعم طيب بعدين نعطينا رقمها ناخد التواصل طيب السلام عليكم أحب بنت وتمنى زواج منها وليه سنتين أنتظر موقف أو أنتظر الموافقة يعني يقول رغم أنها أيضا تتمنى زواج مني والحمد لله أنا ميسور لكن المشكلة يقول يمكن أنه أنا مصري سؤالي هل يوجد في الشرع ما يمنع زواج الجنسيات المختلفة آآ آآ متزوج باي فالموضوع يواقف من سنة أيضا أيضا مرسلة تبغى رقمك أستاذ اعتدال إن شاء الله نتواصل نخليكم تروا إن شاء الله يتواصل معك فتاة تمارس العادة السرية لسنوات طويلة وهي في الثلاثين الآن ولم تتزوج هل تؤثر على عدريتها وعلى الإنجاب آآ إلى هنا تقريبا هنا وصلت الرسائل طيب نأخذ يعني فيها تقريبا دقيقتين وثلاث طيب آآ بالنسبة للعصبية كيف تعنجل العصبية آآ أنصحك في يعني حاول تقعد تمسك ورقة وقلم تقول أنا إيش الأمور اللي تعصبني طيب حطها مثلا ما رتبت البيت تكنيك جميل أيو طيب آآ مثلا قلت لها تجيب لي الموية وما جابتها بسرعة قلت لها تسوي داع وعصت عليها حط إيش الأشياء اللي تعصبك بعد كده أبدأ إنت أقرأ مع نفسك أبغاك ألغى كل واحد يكون عصبي سواء كانت بنت ولا رجل حطي الورقة قدامك إنت إيش أشياء تعصبك تقول مثلا يمزح معايا يطفشني مثلا في المسح وأنا مني هذا أو ما صار الشغل حقي أو شي طيب أبدأ إيش تسوي أنا هادي بتعصبني طيب أقعد أفكر فيها إيش يحدث لو أنا أتكلم معاها مثلا لو أنا ما صار هذا الموضوع طيب يمكن تكون هي معذورة طيب يمكن يكون هو معذور طيب يمكن شي حط كيف أنا أقدر أفتت المشكلة لو مرة على مرة حتلاقي طيب أوكي أنا المرة الجاية لما نحقون مثلا أقول لها أجيبي للمواية وما جابتني هي أقوم بنفسي أجيبها إيش أجرى لو أنا قمت صويت رياضة وقمت بنفسي جيبتها طيب لو ما رتبت البيت ما رتبت البيت طيب كيف أنا أقدر أخليها ترتب البيت يمكن أنا أسلوب طرحي ما طرحت عليها مظبوط طيب ما جيت صح مع أننا بعض الأمهات يعني نقول رتبوا وصووا يعني لكن إحنا أمهات لكن الزوج لزوجته ما يحب الزوجة ما يحب أن أسلوب الأمر ولا الزوجة ما يحب أن زوجته تؤمره فوالله البيت منتب هو حلو طيب البيت قصدي يعني غلطة مطبعية غلطة مطبعية غلطة مطبعية طيب البيت حلو هو منتب زاكر الله خير أنك أنت بتجيبيني الأشياء بسرعة زاكر الله خير أنك أنت بتراعيني فلما تعطيها الرسائل الإيجابية هي حتخفف الأشياء اللي تعصبك وإنت في نفس الوقت حتكون متفهم أكتر جربوا هذه الطريقة بكتابة دي الأشياء وحتلاقوا نفسكم أتغيرته هذا اللي بيقول أنه متزوج له تمانية سنوات وما دعك طعم الحنان والأمومة وما هي أنثو من عافية من الصفات اللي كرهها الرجل في المرأة المرأة المسترجلة المرأة المسترجلة اللي ما فيها أي شيء أنوثة تفكر نفسها أنه صوتها عالي وأنا بتحمل مسؤولية وأنا مدري إيش وهذا ما يحب الرجل في المرأة ذا كده أنا أنصحك أنه قد ما يكلموها لا ما حد حكلمها ما حد ما تسمع من أحد أنصحك جيب الفستان وتعال لبسها هو من جد طير أقول الله مرة حلو عليك لو حطت يوم كحل هلل هوا عمل له الليلة أنه روع شكلك أنت حط الكحل أشعرها بأنثتها يمكن هي طبيعتها يمكن كده يعني أنا بقول من الصفات اللي ما يحبها الرجل ترون هات بقول لبناتي أنتبهوا الاسترجال ترى ماهو حلو أنك تبين نفسك أنك أنت مسترجال طول النهار البنطلون والتيشيرت وما تريد ما يحب الرجال كده بنطلون تلبس نعم أنيق وهادا حلو بس طول النهار قاعدتلي بالتيشيرت والبنطلون وما عارف ايو ولا شكل كده كأنك رجال انت حط هذا حيروح لما نرح طائل الواحدة ثانية غارق لا تقعد تلومي فأنت لا تجي تقول لها كده أنا أنا أتكلم بالنسبة للحريم وادخل الرجال يعني وهم الحريم ترى البنات حيلقطوا هذا الشيء الرجال ما يضيعوا في الطريق بس البنات حيلقطوا دي شيء سيئة سريعة طائم أيو فأخذها أعطيها حسسها بأنثتها لا تخلي أحد يكلمها ترى يمكن ما لاحد يكلمها بإجرحها فأنت لا يعني بطريقة لابقة ولطيفة خليها تلبس سويها أعطي لها شيء بس فيها تقول إيش تتغير إلا ما حتتغير بنسبة اللي يقول الحب محرام أنا ما بيقول لك الحب محرام الحب محرام الحب حلو والحياة كلها قائمة على الحب لكن الطريقة اللي بتروحوا فيها هي الغلط صح فين تؤدي بتؤدي إلى أشياء محرمة وبتؤدي أنك أنت ما يجوز شرعا أنك أنت تتكلم أنت وياها خيانة لأهلها وخيانة لأهلك أنت حتى هذه بنتي اللي أولانية أمل اللي بتقول اتعرفت عن طريق التليفون صدقيني لما حتتزوجي بكر تناير ما حيثق فيك حيقولك زي ما تعرفت علي عن طريق التليفون حيبدأ يشك فيك في كل شيء الرجل الشرقي هو رجل شرقي في كل الأحوال حتى لو كان في السعودية في مصر في أنهي إن شاء الله في جزر الواق واق شرقي شرقي الغربي أساسا متعود على هذه الأشياء وعادي هو بيخون وهي بتخون وكلهم عايشين ما عندهم أساسا غير ولا شيء الرجل الشرقي والرجل العربي خصوصا دمه حار لما أنت تتكلم معها بالتليفون وتتكلم معها بالنت أنا أبغى سؤال صريح لكل أولادي وبناء الأولاد بالذات الشباب أبغى أن تقعد مع نفسك بصراحة بكرة أنها لما هتتزوجها هل لما هتدخل وتشوفها بتتكلم بالنت ولا بالهادة هل هتثق فيها أبغى بحيادية مش تقول أنت يعني كنت تسأل نفسك عم ما شاء الله طبعا الله المنفتح والفاهم لا إيه وأثق فيها كلام فاضي صحيح كلام فاضي ده ما هتصير ثقة ما هتصير ثقة أبدا بناتي أنتبهوا على نفسكم اللي يحبك اللي يعجبك إيجي دق الباب إيجي دق الباب يقول أنا أخطبك أما الكلام اللي بدي يتكلم معاك بالتليفون أبغى أتعرف عليك تتعرف علي لا يتعرف عليك ولا تتعرف عليه بالكلام فاضي يديك أحلى صورة وتعيش معاه في الخيال وهو يعيش في الخيال وأخر شي تتوكسه قدام قدام الواقع تنزله واقع أهلك أهله زي دحين هذا ابننا اللي بيقول التصريح طيب أهو أنت حبيتها طيب وهي حبتك جاكم التصريح عائل وقفوا طريقكم إيجي حتسوه إيجي حتسوه حتروح هناك بلأ هناك عندك أنا ما بقولك عشان الجنسيات أبدا ما في فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى وبالعكس يعني جنسيات كثيرة رائعة أبدا لكن حكاية هي حكاية الحب نعم هي حكاية الحب اللي قاعد سنتين دحين قاعدين معلجين إيجي حتسوه هتتزوج غصبا عن الحكومة هنا وغصبا عن مثلا عن الهادة وتروح هناك عندك بلدك ناف تتزوج أو شيء طبعا ما أقدر ما حتقدر كيف حتخلف وكيف حتخلف أمور كتيرة بتصير صعوبات فيها هادي اللي إحنا متكلم عنها وأنا أي نعم كده أقوم البنات على الأولاد في هنا أنا دمنا المنبر دا أنه بناتي أنتبهوا لا تحط نفسك في دا الموقف ما أقول الأولاد سيئين في أولاد كثير وشباب كثير طيبين شبابنا طيبين وشبابنا بخير ما أقول لنهم هم بطالين أبدا لكن أنتو بتمر بعوائق أهلك أهله تصريح شيء أرجوكم أنتبهوا هنا اللي بتقول فتاة تمارس العادة السرية ثلاثين فهم والله أنت أدرى بنفسك كيف أن وصلت فروحي لو سمحت لدكتور وطبعا هو ما يقول يؤثر على الإنجاب لكن يؤثر على العلاقة مع الزوج بس روحي لدكتورة واتطمني على نفسك أفضل طيب إلى هنا لا صراحة حتى الوقت أخذنا أي وعي الله يكلمك سادة أعتدال أشكرك وأشكر مسؤولين الكرام اللي واصلونا واللي اتصلوا واللي يرسلونا إن شاء الله وإلي ما قدرنا نرد عليهم إن شاء الله في الحلقة الجاية رح نرد عليهم بإذن الله إذا كان عندك كلمة أخيرة للمستمعين والله ما حضرت كلمة أنا اليوم لكن أنا في نصيحة بس أبنصحها لكل أبناء أي وبناتي يا أحبابي الدنيا ما تنتهي بعقدة من العقد الإنسان تمر به الحياة بتمر عليك مواقف وبتمر عليكم تجارب تجارب قد تكون في العمل قد تكون مع الزواج قد تكون مع الأهل الدنيا ما تنتهي الابتلاءات كثيرة صحي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل إذا حصلت لك مشكلة أو حصل لك موقف لا تتعقد قل قدر الله هو ما شاء فعل قل وقولي الحمد لله على كل حال المشكلة اللي أنتو بتمر بيها أي واحد يا أحبابي وأي واحدة بتمر بمشكلة ثقي إنه هذا ليك خير بس أنت ما انتشاف الخير اللي يكون اتعقد من وحده خطبها وطلعت ما هي كويسة أو يكون اتعقد بموضوع أو اتعقد من أمه وأبوه حصل لهم أي شيء الدنيا ما انتهت قد يكون لك خير قد يكون هذا لك رفع في الآخرة في الدرجات ونضج لك الحياة ما تنتهي أخرجوا للدنيا وأخرجوا للحياة واشتغلوا وتعاملوا وأعملوا لا تنطوه ولا تعيشوا مقوقعين بالعكس الدنيا حلوة طالما فيها ذكر الله وفيها إيمانكم بالله طيب وردكم بالله هتكون حياتكم أروع وأروع واجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم وعدنا الأسبوع المقبل إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك سأل اعتدال أشكر مستمعيني كرام مرة أخرى وأقول لكم إن شاء الله ملتقين في الأسبوع القادم بأن الله إن شاء الله تكونوا استمتعتم بالحلقة هذه مثل ما أنا استمتعت بها إن شاء الله كنت معكم فؤاد الأهدل وراح نخرج لفاصل قصير ونرجع لكم لفقرة قطفة وحكمة خلوكم معنا نصيحة حكيم عيون ارتداء نظارات حامية للعين في مواقع مشاريع العمل مثل الورش والمصانع أو حتى أثناء التصليحات المنزلية ضروري للغاية فهذا يجنبنا العديد من إصابة العين نصيحة حكيم عيون برعاية مركز البطل لطب وجراحة العيون بجدة هاتف 6617714 معنا في كل مكان ألف ألف أف أم م пыт ما نه прок worrying التي تنول تنول تك تنو تنم تنور تنو 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 من 삶 فقرتنا قطفة وحكمة لهذا اليوم مستمعين الكرام رح تكون عن فضل أو فضائل مكة المكرمة أنا معكم فؤاد الأهدل وراح نقرأ بعض الحديث اللي وردت في فضل مكة المكرمة خاصة اللي كانوا في مكة وفي هذا الإجازة اللي راحت وحضوا إن شاء الله تعالى بعمره نقول إن شاء الله تعالى عمره مقبولة إن شاء الله تعالى نقبل الله منكم عمرتكم وطاعاتكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه يداوي القلوب فلا تسقه وثور الحبيب علي بن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قوم أخرجون منك ما سكنت غيرك وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ينير الوجود ينير الوجود فلا يعتموا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي فقال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه يا حبيب الله إذا الليل طال بدأ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال مستمعين الكرام كنت معكم في هذه الفقرة هو برنامج جمع الجمعة وآد الأهدل إلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونترككم مع نشيد الجمال إن شاء الله تعالى